عقب التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس تعود الأحداث إلى الواجهة من جديد بعدما أصيب عشرون فلسطينياً هناك في أحدث مواجهات مع الإسرائيليين وعناصر الشرطة وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن سكان الحي أن المستوطنين وبحماية ومساندة قوات الشرطة الإسرائيلية هجموا المنازل بالحجارة الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب وأحرقوا منزلاً لعائلة ومنعوا الشبان من إخماد النيران سكان الحي أكدوا أيضاً أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المططي وقنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع بكثافة صوب الفلسطينيين واعتدوا على آخرين بالضرب وبغاز الفلفل من جانبها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها تعاملت مع عشرين إصابة جراء اعتداء قوات الشرطة الإسرائيلية على أهالي الحي بالضرب مصادر فلسطينية قالت إن إسرائيليين هاجموا مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالحجارة فيما استهدفت قوات إسرائيلية مركبة إسعاف أخرى للجمعية بالمياه العادمة بشكل مباشر ويسود توتر حول جنبات البلدة القديمة في القدس لكن في حي شيخ جراح يبقى الغضب والترقب بأعلى درجته إذ بدأ فتيل الأزمة الحالية قبل أيام مع تزايد احتمالات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها بدعوى ملكيتها لإسرائيليين وكانت الدول العربية والغربية طالبت إسرائيل بالتراجع عن إخلاء العائلات من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956